السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو مهم جدا جدا لازم تعرفوا الاول ان قناتنا على يوتيوب اسمها القرى مختلفة معها مصطفى صادق روح على طول على يوتيوب اشترك في القناة وانت مشرفني كده على الفيسبوك فيديو مهم جدا يا جماعة جدا الخلاصة متخب الجزاير رجع بسرعة جدا وقع وده الطبيعي رجع بطل متخب مصر من ساعة حسن الشحاتة من عشرين عشرة اخر بطولة افريقية خدناها من عشرين عشرة مش حسن الشحاتة جابوا ببرط لشنة خمسة وشنة نتائج واسوأ مستوى جيشة بقىنا دخلين على 13 سنة رقم 13 معروف ان هو فقري مستوى لا فقري للاخر يعني هنقول السبب دلوقتي هتكلم على منتخب منتخب تونس الفوز اللي حققه على منتخب اليابان وحاجة تشرف وتفرح وفرحان قوي عشان الفوز ده هيعطيه ثقة وهو في مشواره الكاس العالم دايما اول ما بتخش على كاس العالم كده اقولك ايه منتخب تونس لعب ست مباراة ودية فازع اليابان فازع لا تشيل الحاجات دي بترفع من شأنه تدي ثقة للعيبة والمدرب مليون المبلوك لتونس هتكلم في فيديو في الصهرة عن منتخب تونس وهتكلم في فيديو في الصهرة عن المنتخب الغالي علينا كلنا فلسطين كسب النهاردة اربعة لازم اتكلم على منتخب فلسطين النهاردة في الصهرة خلونا نركز بس في الفيديو ده الشعب الجزائري الشعب الجزائري بيحب بلده قوي الشعب المصر برضو بيعشق بلده قوي بس الشعب الجزائري بيحب بلده قوي وبيدعم المنتخب بلده رقم واحد بعدها تجي الأندية بقى وفاقستيفه الأندية بولزداد والحاجات دي دي رقم اتنين أهم حاجة عند الشعب الجزائري يدعم منتخب بلده يدعم بالماضي هو بالأمر الشعب الجزائري قال كلمته جدده مع بالماضي رح مجددين مع بالماضي حب الشعب الجزائري رقم واحد لمنتخب بلده عمله ايه؟ على أحسن أداء معقولة بعد الصدمات اللي خدها منتخب الجزائر في الشعري اللي فاته دول يعني قلنا هيرجع بعد سنة يرجع على طول 3 مباراة ختم بمباراة الإيران العالم كله بيتكلم على الإبداع اللي فيه طب هو الشعب المصري وحش ده الشعب المصري زي الفورد شعب المصري ما فيش أحسن بينه في الدنيا لكن المنتخب عنده رقم ايه؟ شعب المصري بيعشق الأهلي وبيعشق الزمالك ويزعله يعيطه لو الأهلي اتغلب ويزعله يعيطه لو الزمالك يتغلب لكن المنتخب بيجي رقم اتنين للأسف متعرفش بقى العب فين في العب فينة ولا في المنتخب متعرفش ولا في اتحاد الكورة ياه معقولة الشعب يدعم الأهلي ويدعم هنا في ملايين جمهور للأهلي وهنا في ملايين جمهور للزمالك ده فيه لسه موقف من شهرين يقولك يا رب المنتخب يتغلب علشان اللعبة ترجع بدري وياخدوا نفسهم علشان يلعبوا كاس الأندية النادي الأهلي ويبقوا كويسين مش عيب دي كورة حب يعمل نادي بتاعك وفيش مشكلة ده حتى محمد صلاح محمد صلاح النغمة الجميلة محمد صلاح الغنوة المصرية اللي بتدندن وتفرحنا فيه ناس من جمهور الأهلي وجمهور الزمالك بيترياؤوا عليه لأنه مش أهلاوي ولا زمالكاوي اهاب جلال المدير الفني مزج المنتخب يومين اتشال لأنه هو لا أهلاوي ولا زمالكاوي اهاب جلال من الإسماعيل كان بيلعب مين اللي هيدعمه في الاتحاد ولا مين اللي هيدعمه من الصحافة ولا الجماهير يومين وشقلبوه على طول لأنه لا أهلاوي ولا زمالكاوي أنا قدمت ورقي أنا معايا خبرات من هولندا ودراسات وتلعب دول مصري بس لعبتي للمقاولين العرب لما رح تقدمت ورقي فبكلم واحد اسمي كبير في المنتخب اسم عالي أو رجل كبير بيقول لهم الصفة أنا لو دعمتك الجماهير الأهلي هتتخانق معايا لأنه فيه مدربين أهلاوية مقدمين ورق زيك أنا هدعم الأهلاوية معلش عذرني فاللي مش أهلاوي ومش زمالكاوي في مصر مالوش نصيب اللي مسك منتخب مصر وعملوا أحسن ناديك كابتن الجهري الأهلي كابتن حسن شحاتة الزمالك لما دور يبقى الشعب بيحب الأهلي والزمالك ويدعم الأهلي والمنتخب رقم اثنين جزاير بيدعم المنتخب رقم واحد لما لفوا على جبل بالماضي ورفعوا فوقالوا له إحنا عايزين ده الحكومة على طول أمين الشعب هو اللي عايز خلوا بالماضي وشوف الجزاير مفرح زي بحد كان سعيدا وبيحل المطش إيران كنت مستمتع بتفرج على مطشات مصر يا أخي باب يجي له صداع والله العظيم وراح أخد مسكن بابقى مخنوق على مطشات مصر ما تنساش تروح لقناتنا على اليوتيوب وتشترك فيها عشان تبقى متابعني على الفيس وعليوتيوب اعمل لقاك للفيديو وشارك للقناة شكرا